اشتركوا في القناة وتم قبولها في السنوات الماضية وقال رئيس المجلس احمد الانصاري ان وزارة الاشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني وفقت على تطبيق نظام الترميم القديم على الطلبات القديمة والتي تم قبولها والموافقة عليها ولكنها توقفت بسبب ميزانية المشروع اما الان فقد تم قبولها جميعا والعمل جاري على ترميم جميع هذه الطلبات على ان يتم تطبيق نظام المناقصات الزمنية على الطلبات الجديدة المقدمة في 2018